في إطار نشاط جمعية قدماء الأطور وأصدقاء تنوية حسن الثاني نقوم بافتتاح معرض يضم معرض لمتحف العلوم بالنسبة للمتحف يضم أجهزة علمية كانت تستعمل في تدريس العلوم وبطبع الحال كانت تدرس بها العلوم الفيزيائية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحكم أن تنوية حسن الثاني كانت قديما هي تنوية جورو لتأسسة 1919 وهذا المتحف هذا يضم عدة اختراعات في الفيزياء وهي الميكانيك الكهرباء الهيدروستاتيك الضوء إلى آخره وبطبيعة الحال هذا المعرض يؤرخ لحقبة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وفيها آلات وأجهزة التي هي شيئا ما معقدة لا يمكن استعمالها الآن ولكن عندها واحد التاريخ واحد القدرة على فهم العلوم الفيزيائية ولكن في المعرض الثاني بطبيعة الحال كما سترون فيه آدوات التي تستعمل الآن في تدريس العلوم الفيزيائية ولكن بطريقة مبسطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر